كيف كانت تحاول للكليب أمو الحمد لله؟ الحمد لله بالنسبة لي أنا ما كانتش سعيبة لحكاية طول طول دخلت في الجو معنا العقيقة مسؤولين ورئيسة الجماعية وكل فرح وطيب مدرب زادة وخطبت معها وقريب لي ماذا كلمك؟ كلمني سي المنصف الشريف وكلمني سي أنور عيات وبعد كلمني سي عب سليمنيونسي وتم الاتفاق معناه وعلى اساس معناها فهمه كلوب أفريكان اللي هي تروازون الخرينين بعدت شوي على الألقاب معناها البروجي متاعنا اللي هو مش ترجع شوي بشوي كلوب أفريكان مش ترجع معناها المكان متاح الطبيعي اللي هو التتويج بالألقاب ومعناها ومعناها استاتوي متاعي في الجماعية كل شيء بي كانت فهمه ملو شوية مشاكل مالية في الكليب بذلالي حتى أجلة توقيع متاعك ملو وأجلة حتى كاليفيكاسيون بتاعك وكيف كلملابية جابره مش ضد كما ضغالي على مصطفى لغيديوي مصطفى بمفضل والله يدسام جديد في الكليب معناها الحقيقة سمعت فهمه شوية مشاكل وهي رأي تونس كل رأي فهمه معناها سبور بصيفة عامة وخاصة لي سبور دسال بصيفة عامة في تونس لغلبية عندهم مشاكل معناها في بيلي معناها فهمه مشاكل وكل أمام بعض رأي تتحل تتحل تريميشه 100% أما قاعدة تتحل إلى حد يومين هاد يحط لملابية جدود اللي صحوا بتقليوهم بشيخذ فلو بتبيعه لخاتر اي بتبيعه لخاتر دي جا فهمه الأقدم ضون كنتكي جوار قديم بتراك انتي جوار جديد جا يقول لك اخذيه فلوس قاعدة تتحل تحصل لك اخذيك فلووسي تبقى قاعدة تلك المشكلة مالت من الاجئة يلزم يراديو الناس كل يعني قاعدة تتحلت في الداخل ماشي مشكلة بنا عطينا الداخل كل يبدأ مرتاح نفسين ونس كل حتى مش خالصة 100% يقلقش يعطينا المشول الداخل وعلينا دي سبجكتيف في اخر العام ولا العام ما زلتون الملكمش خالصين كي منس كلّ مانيش خارجين على 100% مقديش 50% 50% ويخذين اقل 50% او فاما دو مواد وراتار فامني بالنسبة لناحق او دو مواد ما يسمىش حاجه كبير انا في جمعه ايه ما يسمىش حاجه كبير اما هني قد لك المشكلة وين ارغم فاما جواري تخضم عندم شوية مشاكل ملعم ناول تركو ميتم تاع مناول فامني معلي جاوسنا مع كذا ومعاقعد شوية مشاكل اما فاما مؤشرات بايا فاما وعود ان شاء الله ربي سهل او ما يوعدو فيكم فغالي من قبل او ما تحقوش في الوقود امتلاح والله مش اساو بورساو فاما ما تحس فاما رئيس جمعية قاعد يتحرك وقاعد يحب يحاور كيفاش معناها يحلنا مشاكلنا كل شي اما كيم قتلك معناها الناس كل تعرف الكريب افريكان توا في وضعية صعيبة ومعناها معناها جوار يزم يزيد او عندو الحق صحيح اما يزم يسبر فاما معناها مش ال 100% ينجم يعطيك ممتاز مكتر ذا ومعناها ببرسونتاج معينة الطان اللي تركح الامور ومعناها حقاك ومعناها حقاك تجاوزتوها تفاهمتو صلت الحال تجاوزناها مش ال 100% فاما كيم قتلك معناها ديما خاطر ديما رو قد ما تخلص تخلصتو ومعناها ومعناها مش تكون فاما مشاكل ومعناها مش حاولوا الوافق وكيفاش مش نخصن باع بيوع اسكندر ان شاء الله سيعاب السليم وعدنا الفلوس اللي تدخل من من بيعة اسكندر زايد ان شاء الله حسن موعدنا هو ذيك المعناها مزالة في بالي مزالة في بالي مزالة يضر يضر المشاكل المالية هذي تجد اثر على حضورة لكلوي في الشامبينات ولا معدوش علاقة كل حالة بلصلاة كما يشوه التعمل والله تنجم تنجم تأثر كما تنجم متأثر معناها كما تنجم متأثر في تونس يعيش منه الهوند وانا انت كتو اخر عليه شهرين ولا ثلاثة شوهر يوصل حتى يكون معندوش باش يركب ولا حاجة ولا باش يفتر ما عايش يبدأ مرتاح في مخت وفماش كون عندو عائلة فماش كون كذا ويزم معناها فامني ومامتان زادة جامعية وضعيةها سعيب الواحد من الجامر زادة يطالب حاجة ومعناها مستحيلة ومعناها اما فام المينيما أغلب مناحظين يرشحوا اليتوال والاسبيرون بحكمة حتى تكتيف أفضل معاها رأي ذي وقالة لين انت باش نقول لك بالعكس احنا رانا كل عبنا ندلر ندلر بحنا اليتوال في السوسة ساكو بوانديكار وكترنا معها في تونس معناها الدخل وفينا صحافة وكل معناها خطرهم يحبوا فيسع سعر شلطاء وهي رايب شوي بشوي أنا رعيات قاعد يختفي خدمة كبيرة واللي كانوا معانا في ستاف زادة كيف 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 كي ماسي الموصف كي ما يوسري كلك خدمنا خدمة كبيرة ومش خدمة بشتاعتي أكلها في نهار وليلا لان كزم شوية صبر وابروف وارينا اللي احنا اخترنا نحب ونربح وران ربحنا وربحنا لتوال سنكبوان كيما ربحتنا هي في القرجيني صحيح وعندما ترح به كنت الاسبرانس غير افكتيف ناقصنا بتاع اين ودو ركوتما ان شاء الله ماذا يخطي لك ذلك الموصف ماذا يخطي لك دو ركوتما لماذا يخطي لك دو ركوتما تضرب أعمال الأوبراسيان رامي ست لعب مؤثر الفريق لذا نتصور دو ركوتما في البازاريير فما سيمي مقتلحة بشيجي والله يتوى ما عنديش فكرة باي